على صعيد متصل وفي ظل ما يواجهه العالم من كارثة صحية خطيرة جراء انتشار وباء كورونا فقد قامت الحكومة الأردنية باتخاذ إجراءات احترازية صارمة ومن أهمها إقرار قانون الدفاع وحضر تجوال يوميا لمدة 16 ساعة مقابل التسهيل على المواطنين للحصول على احتياجاتهم بطرق ميسرة وسهلة للمحافظة على سلامتهم كما قررت الحكومة منع التجمعات واغلاق دور العبادة وتعطيل العديد من المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس حيث اعتبر مراقبون هذه الإجراءات الحازمة سبباً للخفاض أعداد الإصابات من هذا الفيروس وقد علق وزير الصحة الدكتور سعد جابر على هذا الانخفاض بالقول نحن الأردنيين نستحق هذا الإنجاز لأننا نقف يداً بيد مع الحكومة لحماية أبنائنا ووطننا للوصول لبر الأمان إن شاء الله